شوفوا المناطق شوفوا الأداء الدعوي نقارن لنقيم العمل للدعوة إلى الله عز وجل أين شبابنا الآن هل هم كنشاط السابق والهمة العالية أم أصبح هناك أداء أدنى نتمنى أن نقيم بمصداقية بالتالي نحاسبوا كما قال عمر خطاب حاسبوا أنفسهم قبل أن تحاسبوا فالدنيا فاليوم دار عمل ولا حساب والآخر دار حساب ولا عمل فالإنسان أي إنسان دائما ينبغي أن يحاسب نفسه يوميا باليوم ماذا أنجست هل صليت الفجرة أو صلوات في المسجد أو أديت أو تصدقت أو وصلت رحم أو عملت خير أيش اللي عملته هذا محاسبة يومية ومحاسبة إسبوعية وشهرية سنوية هذا نهاية السنة 2021 هذه محاسبة للنفس أيضا ماذا خططت لألفين واثنين وعشرين إلى متى يعني بعض الناس حقيقة شاطر في النقد الآخرين ينقد انقد اعمل نعم ما يمنع بس انقد وعمل لكن تنتقد ولا تعمل لا الإنسان الذي ينقد ينبغي أن يكون هو يستدرك على غيره ويعمل بفاعلية ويخطط تخطيط صحيح نحن الآن بحاجة إلى الجهود هذه إلى أن نجتمع ونأتلف ولا نفترق كما قال سبحانه وتعالى واعتصم بحب الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعدان فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا قال صلى الله عليه وسلم المؤمن يألف ويؤلف ولا خيرا في من لا يألف ولا يؤلف لابد أن يكون لدينا بالمستوى المأمول يعني رؤية واضحة ورسالة واضحة طيب ما الخطوات التي هل ننفذها عشين بخطأ صحيح ثابتة حتى لو تكون قليلة ويسيرة لكن لها ثبات يعني المحاسبة للنفس أن نتابع ونقيم